موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في نشط الأخبار نستيلها بالخبر الوطنية فدت المدرية العامة للأرصاد الجوية بين تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية وزخات مطرية قوية محليا رعدية مرتقبة إلى غاية يوم السبت بعددا من مناطق المملكة وأوضحت المدرية في نشط انذرية من مستويقظة برتقالي أن تساقطات ثلجية من 10 إلى 30 سم على ارتفاع يتجاوز 1700 متر ستهم من منتصف ليل اليوم إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت عملات أقليم إفران وبولمان وصفر وتزا وميدلد وضفت أن رياح قوية من 75 إلى 90 كم في الساعة مرتقبة بعددا من أقليم شرق المملكة اليوم من منتصف الليل إلى ساعة الحادية عشر ليلة هذا وأهبت وزارة تجهيز والماء بجميع مستعملية الطرق وطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر على إثري النشرة الانذارية الصدرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع هبوب رياح قوية وتساقطات فلجية ومطارية بعدد من مناطق المملكة بلغ للوزارة أوضح أنه على إثري النشرة الانذارية الصدرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع هبوب رياح قوية ونزول أمطار قوية بعدد من أقاليم المملكة وتساقطات فلجية على المرتفعات التي تتجاوز ألفاً وسبعمائة متر فإن وزارة تجهيز والماء تهيب بجميع مستعملية الطرق وطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر نظراً لانخفاض الرؤية أو انعدمها في مثل هذه الأحوال الجوية وفي خبرنا كرفضت المندوبية وسميت للتخطيط بأنه من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني لزائد 3.3% خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2.8% المسجلة خلال الفصل السابق وأوضحت المندوبية في موجز حول ذرفيات الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024 أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار التقديرات القطاعية والمعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجمبر 2023 وأوردت المندوبية أن هذا الانتعاش الذي ما يزال هشاً بالنظر إلى ثق نمو شركاء تجاريين الرئيسيين يعزى إلى تعزيز حجم الصدرات والتوجه الإيجابي من جانب رؤسائي شركات نحو رفع مستوى تجهيز وإعادة تشكيل المخزون ننتقل إلى الخميسات حيث تم بمقر عملة الإقليم التوقيع على اتفاقية توزيع 11 بذارة للزرع المباشر لفائدة جمعيات وتعاونيات فلاحية مهنية بالإقليم عبدالطيف بن طالب في المتابعة خميسات جمعيات وتعاونيات تستفيد من 11 بذارة للزرع المباشر ضمن برنامج يهدف إلى بلوغ مليون هكتار من المساحات المزرعة بحلول عام 2030 استفادة جاءت إثر التوقيع على اتفاقيات بهذا الخصوص البرنامج بدأ هذه سانتين من أجل الوصول الهدف لدينا دي المتابعة في هكتار اللي كانت توقعه في أفاق 2030 فكان الوزارة تقوم بتوزيع العديد من البذارات هذه السنة 23 بذارة على مستوى إقليم سيد قاسم وأيضا سيد الخميسات 11 بذارة على مستوى كل الإقليم وبذارة على مستوى إقليم تمارة السخيرات البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر يهدف إلى تعزيز اعتماد تقنية الزرع المباشر على الصعيد الوطني من خلال توزيع البذارات وتعزيز التوعية ودعم الفلاحين من أجل تعزيز مرونة نظام الحبوب في المغرب في مواجهة التغيرات المناخية نتابع الآن بالأخبار الدولية تضغلت فرص العثور على ناجينة في وسط اليابان حيث ما زال نحو 180 شخص على الأقل في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في العام الجديد ودى إلى مقتل 84 شخص بحسب حصيلة أولية وبينما أبلغت مقاطعة شيكاوى عن مقتل 84 شخص فإن الحصيلة قد ترتفع أكثر لأن مئات المباني دمرت في الكارثة خاصة بسبب حريق ضخم اندلع في مدينة وجيما المزيد مع صفية عسمن الآلاف من رجال الإنقاذ في اليابان يواصلون البحث عن ناجينة من دلزال وقع في أول أيام العام الجديد وأودى بحياة ما لا يقل عن 84 شخصا على أمل إنقاذ أكبر عدد ممكن بعد انتهاء فترة ثلاثة أيام بعد الزلزال وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه من الضروري بذل كل الجهود لإنقاذ الناس حتى بعد مرور 72 ساعة على وقوع الكارثة ويرى خبراء الطوارئ أن فرص البقاء على قيد الحياة تتراجع بعد 72 ساعة من وقوع الزلزال وتقول السلطات اليابانية إنه تم إنقاذ 156 شخصا حتى الآن لكن لا يزال 179 آخرين على الأقل في عداد المفقودين وبعد مرور ثلاثة أيام على وقوع الكارثة لا يزال من الصعب الوصول إلى 30 قرية وفقا لسلطات مقاطعة إشيكاوا وقالت السلطات إن المساعدات المادية تدفقت لكن من تم إجلاؤهم ما زال إلى حد كبير لا يحصلون على إمدادات الغذاء والماء والدفء والاتصالات وسط طقس متجمد وأحوال جوية سيئة ننتقل إلى بريطانيا حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه قرر إجراء الانتخابات العامة في النصف الثاني من 2024 فيما أطلق وخصمه السياسي رئيسي زعيم خزب العمال كير ستارمر حملاتهم الانتخابية عبدالطيف بن طلب وباقي التفاصيل انتخابات العامة في النصف الثاني من هذا العام سوناك الذي يزور مركزا للشباب في لحظات من الوثوقية بالمحافظة على رئاسة الحكومة بينما خصمه السياسي الرئيسي زعيم حزب العمال كير ستارمر يطلق أيضا حملاته الانتخابية أولى المناسبات العامة لرئيسي الحزبين الغريمين هذا العام رئيس الوزراء وخصمه توجه إلى مانسفيلد في ميديلاندز وبريستيل في ويست كانتري حزب سوناك المحافظ يتولى السلطة في بريطانيا منذ 14 عاما إذ انتخب سوناك في اقتراع داخلي للحزب عام 2022 خلفا لليز تراس التي تولت المنصب بعد تنحي بوريس جونسون وما لم يختر سوناك موعد الانتخابات لوقت لاحق من هذا العام فإن أكتوبر يعد الموعد الأكثر ترجيحا لتجنب تزامنها مع الانتخابات الأمريكية زعيم حزب العمال السارمر الذي شغل منصب المدعي العام سابقا أكد استعداده للانتخابات حاضا رئيس الوزراء الحالي على الدعوة إليها وفي جديد الملاف السوداني دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية في البلاد الذي يعد مسرحا ليصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع وحذر منصق الأمم المتحدة للإغاثة الطريقة مارتين جريفث في بيان من أن المعاناة الإنسانية تتعمق فيما يتقلص وصول المساعدات الإنسانية ويتضاءل الأمل مع توسع النزاح نتابع تقرير سكينامسوية الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أضحت تنظر بانزلاق الوضع الإنساني في السودان إلى نفق مظلم الأمم المتحدة دعت إلى وقف فوري للأعمال العدائية في البلاد وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتعمق فيما يتقلص وصول المساعدات الإنسانية ويتضاءل الأمل مع توسع النزاع مطالبة باتخاذ إجراءات حسمة وفورية لوقف القتال وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أوتشا يقول أن أزيد من عشرين مليون شخص في أنحاء السودان سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في هذا العام إلا أن تكثيف الأعمال العدائية يمنع الوصول إلى غالبيتهم وقد توقفت عمليات توصيل المساعدات عبر خطوط النزاع كما أن عملية المساعدات عبر الحدود من شاد لا تزال تمثل أملاً في الحياة لسكان دارفور بينما الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى أماكن أخرى معرضة للتهديد بشكل متزايد منصق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث حذر من العنف المتصاعد في السودان وأضاف أن الوضع يعرض أيضاً لاستقرار الإقليمي للخطر مضيفاً أن النزاع أطلق العنان لأكبر أزمة نزوح في العالم ننتقل إلى سويد هذا المرة حيث أعلنت البلاد عن تسجيل أدنى درجة حرارة منذ 25 عاماً خلال شهر يناير حيث وصلت إلى 43.6 درجات مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال وقد تأثرت أيضاً في اللندا ونرويج المجاورتين بموجة البرد القصية صفية عثمان وبقي تفاصيل تواجه العديد من دول الشمال موجة برد غير مسبوقة مع درجات حرارة أقل من ناقص 40 درجة مئوية وعواصف ثلجية مما أدى إلى تعطيل وسائل النقل وإغلاق المدارس في فنلندا تم تسجيل أدنى درجة حرارة لهذا الشتاء في بلدة يليفيسكا الشمالية الغربية حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ناقص 37.8 درجة مئوية ويتوقع خبراء الأرصاد الفنلندية أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما يصل إلى ناقص 40 درجة مئوية في أجزاء من البلاد خلال الأسبوع وفي السويد المجاورة أدنى درجة حرارة منذ 25 عاما لشهر يناير شمال البلاد حيث بلغت درجة الحرارة ناقص 43.6 درجة وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل منذ عام 1999 ولم تسلم النرويج من هذه الموجة الباردة أيضا مع تساقط الثلوج ودرجات حرارة تبلغ حوالي ناقص 30 درجة وسيستقر هذا البرد الذي سيستمر لبضعة أيام أخرى في أجزاء أخرى من أوروبا ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري دوليا دائما نسفر يطلق نار وقع في مدرسة ثانوية في ولاية أيوال أمريكية عن سقوط عدد من الضحايا جراء عيارات نارية وذلك وفق ما أعلنت عنه سلطات المحلية نتابع تفاصيل في تقرير عدل طيف بن طالب ولاية أيوال أمريكية تعيش مجددا على وقع إطلاق نار في مؤسسة طربوية محيط المؤسسة احتلته مرة أخرى سيارات الشرطة والأمن إطلاق ناري يسفر عن سقوط عدد من الضحايا جراء عيارات نارية وفق ما أعلنت السلطات المحلية قائد شرطة مقاطعة دولاس في الغرب الأوسط الأمريكي آدم فانتي أكد أنه لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للجرحى ومدى خطورة الإصابات فيما شخص واحد على الأقل قتل قائد الشرطة أضاف أيضا أن إطلاق النار وقع قبل بدء العمل في المؤسسة بالتالي كان هناك عدد قليل جدا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المبنى ما أسهم وفق المسؤول من محدودية الضحايا نبقى دائما في الولايات المتحدة حيث رفعت نيويورك دعوة قضائية ضد 17 شركة حافلات لجلبها ألاف المهاجرين إلى المدينة من الحدود المكسيكية ذلك بناء على طلب حاكم ولاية تكساس جريغ أبوت في مخطط تقول أنه تسبب في أزمة الإسكان والميزانية شيمة بكا في المتابعة مدينة نيويورك تقاضي شركة الحافلات لنقل المهاجرين من ولاية تكساس وتطالب بأكثر من 700 مليون دولار كتعويض يقول مكتب عمدة نيويورك إيريك آدمز عن تكلفة التي تكبتها المدينة لتوفير المأوى والخدمات لأكثر من 30 طالب لجوء على مدى العامين الماضيين محامو آدمز أفد أن شركة الحافلات كانت تتقاضى 1650 دولارا لشخص الواحد مقابل خدماتها في حين أن تذكرة الحافل العادية من تكساس في اتجاه واحد إلى مدينة نيويورك تكلف عادة ما يزيد قليلا عن 190 دولارا وتأتي هذه الدعوة وسط تسعود التوترات بشأن الهجرة حيث حسم إيريك آدمز في وقت سابق قراره بأنه لا مكان في نيويورك للمزيد من المهاجرين وبرره إيريك باتفاقم أزمة الإسكان والميزانية وارتفاع عدد المهاجرين فيها إلى شبه الجزيرة الكورية هذه المرة حيث ذكره الجيش الكوري الجنوبيا كوريا الشمالية اطلقت اليوم قرابة نيطي قضيفة مدفعية قبلة سحلها الغربية في المياه الوقعة في الحدود البحرية الفعلية في البحر الأسفر بقي التفاصيل في تقرير سكينا مسوية في وقت يعلق فيه العالم آماله على العام الجديد لطي صفحات النزاعات وإحلال السلام يبدو أن المخاوف من اشتعال شرارات حرب تهدد الاستقرار العالمي تعمقت في ضوء إطلاق كوريا الشمالية قرابة مئتي قضيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي في المياه الوقعة في الحدود البحرية الفعلية في البحر الأسفر وتأتي هذه الطلقة أيضا في أعقاب إطلاق البحرية الكورية الجنوبية تدريبات بحرية تشمل إطلاق الذخيرة الحية من طرف السفن ومناورات تكتيكية في البحر الأسفر والبحر الشرقي والبحر الجنوبي المحيط بشبه الجزيرة الكورية بهدف تعزيز الرغبة في الرد بقوة وبشكل فوري في حالة حدوث تهديدات من كوريا الشمالية نتحدث اليوم عن توطرات كبيرة تتصاعد بين الكوريتين صافح النزاع ساخن ومخاوف كبيرة من اشتعال حرب وخلق صراع جديد يفقم من معاناة وأزمات الشعوب ختم النشر بالخبر الرياضي يوصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت قيادة مدربه وليد الرغراجي لاستعدادات قبل توجهه إلى سحل العج قصد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحضيرات الوسود بتفاصيلها ينقلها لنا محمد أمين العلام في سياق هذا التقرير كل شيء أعد هنا من أجل الجاهزية القصوى كل الأجواء ملائمة لكي يحافظ الأسد على اليقضة من دون أن يغفو أبدا الفريق الوطني لكرة القدم يواصل استعداداته لكأس أمم إفريقيا بمعسكر إعدادي وصل إلى يومه الثالث داخل مركب محمد السادس بسلة ميران إعدادي ثاني خاضه 25 لاعبا من أصل 27 مدعوين للمنافسة بغياب أشرف حكيمي الذي لاعب نهائي السوبر الفرنسي مع فريقه باريسان جيرمان أمس أمام تولوز ونصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ الألماني المتأخر عن المعسكر بداعي الإصابة أجواء الفريق الوطني بدت جيدة أيوب الكعبي مهاجم أوليمبياكوس اليوناني أكد هذا وأشار إلى أن الطاقة الإيجابية السائدة داخل المجموعة سيكون لها وقع إيجابي على الأداء في الميدان سيدادة تكدوز بشكل زوين طاقة إيجابية بين اللاعبين إن شاء الله نتمنى وتكون حاجة زوينة بالنسبة لنا إن شاء الله إحنا أخوت بعضياتنا وفامي بعضياتنا هذا الطابع يترجم في أرضية الملعب نتمنى إن شاء الله ونفرحوا الشعب المغربي لكي يستحق كل حب وتقدير من جانبه أكد جناح الريان القطري صفيان بوفال أن العناصر الوطنية واعية بصعوبة المهمة لكنها عازمة على رفع التحدي أمام الكل نحن نعلم جيدا أنها ستكون منافسة معاقدة للغاية لكننا إن شاء الله مستعدون لهذا التحدي وللقيام بأمور جيدة وفي ذات السياق أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إلغاء ودية جامبيا وأشارت إلى أن رحلة المنتخب الوطني إلى سان بيدرو الإفورية ستكون الأحد المقبل قبل عشرة أيام عن اللقاء الأولي أمام طنزانيا ماذا الخبر الرياضي؟ نكون قد وصلنا مشاهدنا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجز لأهم الأنباء دمتم في أمان الله